هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بادى في نهجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كرام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام أخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها وأخرجها الإمام مسلم في كتابه الجامعة الصحيح من خلال تبيان أهم المفردات والمعاني في بداية شرح هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نبين أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث ونشرح هذه الأحاديث بما احتوت عليه من أحكام فقهية وعقدية وغيرها من الأحكام المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث ومقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواري معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى سنتظروا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغطر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذيني حتى يصطلح أنظروا هذيني حتى يصطلح أنظروا هذيني حتى يصطلح أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح أحاديث كتاب البر والصلة هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بوابه المصنف بقوله باب في الشحناء والتهاجر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقالوا أنظروا هذيني حتى يصطلح أنظروا هذيني حتى يصطلح أنظروا هذيني حتى يصطلح كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بينه وبين أخيه عداوة وبغضاء شحناء يعني عداوة وبغضاء يعني الشحناء هي العداوة وهي البغضاء أنظروا هذيني حتى يصطلح يعني أمهلوا من الإنظار من الإنظار ومن إعطاء المهلة والتأخير وقوله صلى الله عليه وسلم لم تعرض الأعمال أي تعرض الأعمال أعمال بني آدم على الله تعالى سبحانه وتعالى كل يوم أثنين وكل يوم خميس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصوم كل يوم أثنين ويوم خميس من أحب الأيام التي يندب ويشتحب للمسلم أن يصومها وكان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا طبعا لزيادة الرفع والأجر من الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث جاء في لفظين تفتح أبواب الجنة في كل يوم وأثنين وخميس وفي رواية تفتح أبواب الجنة في كل يوم أثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولفظ مسلم هذا الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم فيقفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنى عداوة بغضاء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا وقوله إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنى يعني إلا إنسان كان بينه وبين أخيه في الإسلام شحنى الشحنى هي العداوة هي الخلاف هي البغضاء اللي يكون بين إنسان وآخر فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا يعني يقول الله للملائكة أخروا وأمهلوا هذين الرجلين حتى يعني يصطلحا يعني أنظروا هذين الرجلين اللي حصل بينهم عداوة زجرا لهم من هذا الذنب الذي ارتكبوه العداوة فيما بين الأثنين هي ذنب هي خطيئة حتى ترتفع الشحنى ويصطلحا أي تصالحا وتزول العداوة والشحنى والبغضاء فيما بين الأول وبين الثاني وإخواني الكرام إخوات الكريمات لو فتشنا نحن عن سبب هذه الخلافات وهذه الشحنى وهذه العداوة وهذه البغضاء التي تحصل بين الرجل والرجل بين المرأة والمرأة بين الزوج وزوجته بين يعني الجار وجارة نقول دائما تكون بسبب عرض زائل من هذه الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة لذلك لا بد أن نبتعد عن هذه الخلافات وهذه الشحنى من ابتلاء القلوب والصدر بالعداوة والبغضاء وكذلك الغل وكذلك الحسد وكذلك الحقد فهذه لا شك أنها خطرها عظيم وكذلك أيضا فإن الشحنى كما يقولها العلم هي من الأمراض الفتاكة إذا انتشرت في المجتمع لا شك أنها تضعف هذا المجتمع تجعله مجتمع ضعيف لا قدرة عليه ولا على مواجهة المشاكل والأزمات لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الخلافات والنزاعات فقال ربنا سبحانه وتعالى وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وما هو يعني جزاء أو أثر هذا النزاع قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأيضا من عواقب وآثار الشحناء التفرق والضعف والهوان لهذه الأمة ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم قالوا يا نبي الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع أيضا من عواقب وآثار الشحناء الوقوع في المحرمات الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤلف بين قلوب هذه الأمة وقلوب الأسرة وقلوب المجتمع وقلوب الأمة الإسلامية على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على المحبة على المودة على الرحمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس يتعطي